كابتن أسامة مستمرين معاك في لقاتنا طبعاً إبراهيم عبد حكيم والده يعني عمل عملية خلال الفترة الأخيرة عملية صعبة جداً من اتمنى له الشفاء كان دايماً مع أبراهيم في كل التدريبات في كل المباريات عايزة روح لواحد من نجوم المباراة اللعب إسلام عبد الله واحد من اللعيبة للجواكر بالنسبة للنادي الآلي جوكر في أي مكان بتحتاجه بيكون موجود إسلام مبروك الهدفين خليني بارك لك تلاتة كمان هاترك النهاردة الإسلام إسلام ببرك لك على الأداء ببرك لك على الهاترك النهاردة ببرك لك على الفوز الكبير على فريق بارمتزة نهاردة والله والأول الحمد لله دايماً الحمد لله ده أول حاجة وأهلاً بكابتن أسامة حسني والنجوم اللي معاه طبعاً الحمد لله والنهاردة يعني مش مش أنا بس بصراحة اللي أعتبر نجم المطش لا ده اللعبة كلها وجهز قبلنا لعبة مركزة ودخلين في المطش من بعد مطش القناة لازم نكسع والمطشين الجيين دول أهم مطشين دول اللي ركيونا أول بفرق إن شاء الله والنهاردة لعبة خد نركزها وكلنا رجالة وقد المسؤولية الحمد لله كابتن أحمد عبدالله قال لكم إيه قبل المباراة قال لكم إيه قبل المباراة قال لكم إيه قبل المباراة لا طبعاً هو قبل المباراة ونتكلم معنا على أهمية المطش وما ينفعش إن احنا كل كم مطش نكسب مثلاً 3-4 مطشات ونقع مطش ده ده مش النادي الأهلي وبعدين احنا دلوقتي الحمد لله متأجل لنا مطش فالمطش الجاي فرق معنا جامد لو نكسع ونكون أول فرق إن شاء الله فكابتن أحمد متكلم معنا على أهمية المطش ده ويدينا حافظ للمطش الجاي يعني إحنا رايحين الزمالك في الزمالك فإن شاء الله رايحين النهاردة يعني النهاردة ربنا قرمنا آخر قرم إن شاء الله ربنا يكرمنا المطش الجاي ما نكون رايحين واسكين زي المطش النهاردة ونكون رجالة وكابتن أحمد اتكلم معنا بنوشتين المطش لسه مخلص يعني أربعة مش نتيجة كبيرة عشان نرتاح وكده لازم ننزل زي الشوت الأول ننزل مركزين كأن المطش صفر صفر ما فيش حاجة بعيدة في الكورة دايماً الكورة بترجعك في لحظة وبتبعدك في لحظة فاتكلم معنا على أهمية المطش أهم من الشوت الثاني الشوت الثاني أهم من الشوت الأول بصراحة كابتن أحمد عمل معنا يعني عمل معنا شغل جامد سلام أخيراً الفري الأول والدرجة الأول لو أنت حمل اللعيبة اللي بتبقى موجودة في التدريبات موجودة في المبارات الودية أكبر حافظ لك أنك بتلعب وانت متشاف من الفري الأول أعتقد دي نقطة مهمة جداً بالنسبة لكم والله والحمد لله لما الواحد بيطلع سواء تامارين سواء مطشاته الدية الواحد ربنا بيكرمه فوقه بيكون كويسه مستر كولر وكارلوس ومستر كولر برضو بيتكلم معنا في التأسيمات بشكل كويسه يعني الحمد لله الواحد فوق لما بيطلع بيسيب بصمة كويسة ودي حاجة كويسة وربنا يكرم إن شاء الله محتاجين أي فرصة قريب ولوحد يزبط وده إن شاء الله شكرك إسلام وبرك لك على الهاترك وبرك لك على مباراة النهارة حبيبة فروت إسلام كابتن أسامة دي كانت تغطيتنا للقاء الأهل وبرامدز في الجولة الثالثة عشر لبطولة الجمهورية فوز غالي الفريق للنادي الأهلي بخمس أهداف نظيفة على فريق بيرامدز ولكن الأسبوع القادم يوم الأحد مباراة القمة الأهل والزمالك هناك على فيه متعقب على ملعب نادي الزمالك نتمنى فيها كل التوفيق لفريق للنادي الأهلي واعتلاق لصدارة البطولة بإذن الله من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أسامة حسن